ومن دوري الأمم الأوروبية نروح للمجموعة الثالثة ومباراة مبارح اللي جمعت بين العملاقين الإنجليزي والألماني اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق البداية التهديفية كانت ألمانية عن طريق جونس هوبمن في الدقيقة 50 من عمر المباراة وأنقذ الأمير هاريكين منتخب بلاده من الخسارة بعد ما سجل التعادل في الدقيقة 88 من راكل الجزاء الجميل بقى كان في هذه المباراة وبحسب شبكة أوبتا للإحصالات سجل كين هدفه رقم 50 مع منتخب إنجلترا عشان يبقى تاني لاعب يصل إلى هذا الإنجاز مع منتخب الأسود الثلاثة بعد واين روني نجم المان يونايتد السابق طبعا كان واين روني مسجل 53 هدف أضافت الشبكة إن أهداف كين الخمسين هي نفس عدد أهداف بقية لعبي منتخب إنجلترا كافة طيب نجح كين كمان في تجاوز بوبيت شارلتون واحد من أساطير الكرة الإنجليزية ليصبح تاني أفضل هدف في تاريخ منتخب إنجلترا بعد واين روني 53 هدف سجلهم في 120 مباراة في حين هاري كين سجل 50 هدف في 71 مباراة فقط طبعا هاري كين ماكينة أهداف يعني بيكسر أرقام كتيرة جدا عملها لعيبة زي واين روني في عدد كبير جدا من المباراة 120 مباراة إنت بتسجل نفس عدد الأهداف في 71 مباراة فقط ترجمة نانسي قنقر